نعيش في شهر مولده والنبي صلى الله عليه وسلم جوانب الكلام عنه لا حصر لها ولكن بداية تعالوا بنا لننظر نظرة تاريخية في حاجة البشرية إلى بعثة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم هل كانت البشرية جميعها في حاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نجيب على هذا السؤال من خلال النظرة إلى حال البشرية قبل البعثة المحمدية ماذا كان اعتقادهم ماذا كانت أخلاقهم ماذا كانت سماتهم كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض القرآن الكريم حكى لنا كثيرا من أوصافهم في آيات الله عز وجل ولذلك سنستعرض سويا بعض هذه الأخلاق وبعض هذه الزوايا التي كانوا عليها حتى نرى أن البشرية كانت في أشد الاحتياج إلى بعثة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ولولا بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لظلت البشرية في ضلالها كما أخبرنا القرآن الكريم استمع إلى قول الله تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تعالوا بنا لرر هذا الضلال الذي أخبر عنه القرآن الكريم وما كانوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نقف عنده نقف مع قوله تعالى عندما يبين الله لنا أنهم كانوا يفتأتون على الحلال والحرام فكانوا يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ابتغاء لأهوائهم يسيرون خلف هذه الأهواء سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا هذه الآيات التي صردت لنا أحوالهم وصردت لنا ما كانوا عليه صردت لنا أنهم كانوا يؤخرون الشهور إذا أرادوا ويقدمون الشهور إذا أرادوا فكان عندهم أشهر حرم استوطنوها فيما بينهم حتى يستطيع كل منهم أن يأمن على نفسه في تجارته وأن يأمن على نفسه في سيره وأن يأمن على نفسه في غدوه ورواحه فأخبرنا القرآن الكريم أنهم كانوا يتحايلون على هذه الشهور فبعض الأمور أو في بعض السنين يقدمون شهر الله المحرم وفي بعضها يقدمون شهر الله صفر وكذلك فأخبر القرآن الكريم عنهم إنما النسيء زيادة في القفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطيعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فكان دأبهم أنهم كانوا يتحايلون ويفتأتون على الحلال والحرام كان من دأبهم في جاهليتهم أنهم لا يرقبون إلا ولا ذمة يأكل قويهم ضعيفهم ويعتدي قويهم على ضعيفهم وكانوا يقطعون الأرحام وكانوا يسوئون الجوار وهذا ما أخبر به جعفر بن أبي طالب عندما سأله النقاشي عن هذه الرسالة التي جاء بها رجل منكم محمد صلى الله عليه وسلم فلخصنا جعفر بن أبي طالب هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف وأرجو أن نربط بين الماضي والحاضر فمن وجد في نفسه أو في صفاته أو في بيئته التي يعيش فيها صفة من صفات الجاهلية القديمة عليه أن يسعى إلى معالجة هذه الصفة ولا يترك نفسه لنفسه لأن النفس أمارة بالسوء التفت إلى هذه الصفات كنا قوما أهل جاهلية ماذا كنتم تفعلون في جاهليتكم كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار التفت إلى أن إساءة الجوار من سمات الجاهلية إزاء الجار من سمات الجاهلية عدم وصول الخير إلى الجار من سمات الجاهلية وانظر إلى صفة أخرى من صفات أهل الجاهلية ونقطع الأرحام فكأن جعفر بن أبي طالب يقول لنا هذه سمات سيئة كانت في الجاهلية فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببعسته النورانية التي أطلق الله عليها منه من الله سبحانه وتعالى أطلق الله عليها أنها فضل من الله سبحانه وتعالى من بها على البشرية كانوا في جاهليتهم لا يعتقدون أنهم سيبعثون بعد موتهم وكان شعارهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فكانوا لا يعتقدون في بعسة مرة ثانية ولا يلتفتون أن الذي خلقهم بداية قادر على أن يحييهم مرة ثانية فكان قانونهم نعيش لهذه الدنيا بشهواتها وما فيها ويطركون لأنفسهم العنان أن يفعلوا بشهواتهم كيفما شاءوا